منحت رخص الاستثمار إلى الكثير من الشركات لبناء مجمعات سكنية إذا أريد أن أتحدث عن هذه المشاكل سأجي أوصف الكياهة وحدة وحدة إذا تسمح لنا عندما نمنح شركة الاستثمارية هذه الإيجازة لبناء مجمع سكني أما أن يكون غالي جدا لا أنا ولا أنت كموظفين قادرين على شراء وحدة سكنية داخل هذه المجمعات التي توصل سعرها إلى 400 مليون 500 مليون إضافة إلى ويمكن أقل شقة هي شقة أنا داح تشيلك يمكن بمساحة 100 متر بال250 مليون في حال إذا كانت شوية بها تسهيلات فالمستثمر هنا يستقوي على المواطن على الزبون على المستفيد مرة يساوم على المقدمة مرة يساوم على الأقصاد مرة يساوم على الخدمات المقدمة إلى الوحدات السكنية مستوى الكهرباء المي الغاز الخدمات الأخرى في المدارس وهنا وكأنه ننطيل أرض مجانة المواد ما للبناء مجانة أو أقصد بدون ضرائب بس بالنهاية من يوقع به؟ المستثمر يستفاد لبالملايين والمواطن ابن البطة السوداء يأكلها وبالنهاية كل شيء ما راح يستفاد ستاذة تسمحي لي أوضح لك هذا الموضوع بالسنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة ومن ضمن البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء كان تأكيد على المستثمر وعلى سعر الوحدة السكنية فيما يخص المجمعات السكنية أن يثبت سعر بيع الوحدة بعد إكمال المشروع في دراسة الجدوة وأن يلتزم المستثمر فيما بعد تسليم الوحدة السكنية بالسعر الموجود بدراسة الجدوة هذا الموضوع مطبق في الهيئة الوطنية هذا بالجديد من ثلاث سنوات مطبق وإذا تسمح لي أنا هنا مو ضد جنابك أنا بس لأنقل شكاوي المواطنين بجدوة الاقتصادية شكو المعايير اللي تعتمد أو يعتمدها المستثمر للتحديد سعر المتر اللي دا يوصل إلى واحد ونص هذه جوانب فنية يدرسها هناك لجنة من الهيئة تدرس أيضا قسم فني يتابع أولا يحدد المواصفات اللي كاتبها المستثمر وينطي قيمها وأسعارها طيب بالمحصلة بعدين يتابع على المستثمر تنفيذها على أرض الواقع طول فترة منه يتابع القسم الفني إضافة إلى المكتب الاستشاري اللي متواجد في الهيئة يتابع المستثمر وعمل المستثمر على طول إنجاز الوحدة السكنية في المجمع نعم طيب وبعد إنجاز الوحدة السكنية تسلم إلى المواطن أيضا الهيئة يعني الظل مسؤوليتها تتابع المشروع وتتابع المجمع بكل تفاصيل طيب فيما يحصل من مشاكل على الخدمات مشاكل في مسألة التوزيع مشاكل التأخير معناها أيضا أنتم متابعين لكل هذه القضية للمشاريع المنجزة للمشاريع المنجزة والتي ستنجز يعني إحنا أغلب المشاريع اللي بنحها إجازة نلزم المستثمر بكل تفاصيل البنى التحتية أن يوصلها إلى أرض المشروع بالكامل إلى بداية أرض المشروع ما بعد التسليم تبقونهم رقبين ومتابعين لكل ما يجري داخل المجمع السكني أكل جان وكل جنة تظلمات تتابع كل شكاوي المواطنين عن الوحدات السكنية وعلى ضوء الشكاوي تشكل لجان سواء تدقيقية ولا تطور تحقيقية المجمعات السكنية السابقة والحالية هذه نفس الآلية المتبعة كل المشاريع الممنوحة إجازات استثمارية من قبل الهيئة الوطنية استثمارية